ينضم لنا عبر الأخمار الصناعية من إسطنبول الأستاذ حسين السبعوي الكاتب والباحث السياسي أهلا بكم أستاذ حسين إلى السيديو الرافذين رئيس الوزراء عبدالعبد المهدي يتحدث عن تسويات في المنطقة وخصوصا في العراق أهلا وسهلا بكم هذه التسويات كيف ستنعكس على الوضع في العراق أنا أعتقد سيد عبدالعبد المهدي يدرك أنه العلاقة الأمريكية الإيرانية هي علاقة ستراتيجية والخلاف الموجود بينهما هو خلاف تكتيكي هذه حقيقة هو يدركها جيدا كذلك بنى هذا التصريح على أنه خسارة داعش في المنطقة وهزمتها من مدينة الموصل والمحافظات الأخرى والوضع في سوريا وأحيانا الوضع في اليمن لكنه لا يدرك بأن داعش هي شركة مساهمة أعلى الأسهم فيها الولايات المتحدة وإيران وهي مشروع لتدمير المنطقة وليست حركة مقاومة أو حركة إسلامية كما يقصد الآخرين لهذا سبب بنى هذه الرؤية وفق هذا المنطقة لكنه يدرك أنه العلاقة الأمريكية الإيرانية هي علاقة ستراتيجية وما كان ليكون في العراق أو في المنطقة لو لا التوافق الأمريكي الإيراني نعم يعني تزامن حديث عبد المهدي مع تأكيد من السفارة الأمريكية على عدم استخدام الأرض العراقية كمنطلق للحرب على أي دولة إلى أي مدى من الممكن تصديق هذا الدعاء السفارة الأمريكية وهل فعليا إيران وأمريكا لا تستخدم العراق كمكان للانطلاق إلى دول أخرى مثل سوريا مثلا؟ لا هو كاستخدام العراق إلى المناطق الأخرى نعم ولكن استخدام العراق ضد إيران هذا غير ممكن وهم يدركون دولة كذلك أنه الإدارة الأمريكية هي غير جادة في مواجهة إيران وهي غير جادة في تحديها وتهديدها لإيران وهذا أصبح واضح وجلي للمشاهد العربي ولجميع المشاهدين لهذا السبب أنه نقول أن سيد عادل عبد المهدي والحكومة العراقية جميعا تدرك أنه ما يشاع من إخراج القوات التحالف والقوات الأمريكية من العراق ما هي إلا للاستهلاك المحلي والداخلي وما هي إلا شماعة وما كان هؤلاء الموجودين لو لا القوات الأمريكية والقوات التحالف لهذا السبب أنه نعم نشكك في قدرة البرلمان أو جدية البرلمان العراقي في اتخاذ قرار لإخراج القوات الأمريكية وهم من جاء بهم إلى العراق إن كان سابقا بعض النواب من بعض المكونات لا ترغب بوجود القوات الأمريكية اليوم غالبية النواب من مصلحتهم وجود القوات الأمريكية ووجود قوات التحالف في العراق نعم إعادة الحديث عن عودة تنظيم الدولة إلى العراق كيف سيسهم في كبت أي تغيير مرتقب أو من الممكن أن يحدث في العراق لصيما مع الإضرابات الجارية والمستمرة واستمرار التظاهرات في الأراضي العراقية يعني نحن نقول داعش حركة إرهابية كما ذكرت لك أنه هي شركة مساهمة لتدمير المنطقة وعلى وجه الخصوص تدمير منطقة العربية والمنطقة السنية تحديدا ولأي مشروع في مواجهة إيران ومواجهة الأولايات المتحدة فداعش ليست حركة مقاومة وليست حركة إسلامية ولم تتبنها السنة في يوم من الأيام بل ما هي إلا أداة تستخدم للمشاريع الأمريكية والإيرانية في المنطقة نعم ممكن عودتها وممكن إحياءها ولكن عودتها ليس من ما كان يتهم بها من قبل المكونة السنة بأن حاضنتها الأمر ليس كذلك أبدا نعم ترى ممكن يعيد بعض الجهات الأمريكية تعيد داعش وقبل أيام هدد به أوروبا بأنه سيطلق صراحة هؤلاء ضد أوروبا كيف يستخدم من هو يدعي بأنه محارب لداعش هو يهدد به الآخرين كيف تكون إيران التي تدعي بأنها تحارب داعش وهي ممرا للأرهابيين ولديهم مقرات داخل إيران هناك ازدواجية في التعامل مع داعش الخاسر الأكبر هو المكون العرب السني والشعب العراقي عموما ولكن الرابح في هذه المسألة هي إيران وولاة المتحدة ذات الحلفة الستراتيجي لتدمير المنطقة نعم بالحديث عن إيران وأمريكا وتفاهمات الموجودة بين هاتين القواتين وأيضا المحتلين الموجودين في العراق يعني كيف ستسهم هذه التفاهمات؟ هل من الممكن أن يكون هناك فائدة للشعب العراقي من هذه التفاهمات؟ لا أشوف خليه ببالك أن كل شعب عربي مسلم لا يمكن أن يقبل بالاحتلال بأي حال من العوال حتى لو مر في حالة من الركود أو حالة من نتيجة الضغط النفسي أو الضغط الأمني أو أي ضغط اللي كان لا يمكن للشعوب العربية أن تقبل باحتلال وبدليل أن هذا الشعب الفلسطيني الذي يقاتل ويقاوم منذ ما يقارم مئة عام هو لن يتنازل على الأرض الشعوب العربية غير الشعوب الأخرى التي تقبل بالاحتلال وتساومه وتنتهي قضيتهم كما هو موجود في بعض الدول الأوروبية التي انتهت ولا ندرك أنه ما هي قصة تايوان وما هي قصة الدول الأخرى قضية العالم العربي يؤكد على ثلاثة أشياء لا يمكن التنازل عنها لا يمكن التنازل عن دينه ولا يمكن التنازل عن وطنه ولا يمكن التنازل عن شرفه تلك الثلاثة تسقط أي سياسي تسقط أي رجل دين تسقط أي رجل مجتمعي أي شخ حشيرة أي شخصية مهما كنت إذا تنازل عن واحدة من تلك الثلاثة ولهذا السبب أي احتلال أو أي سواء كان احتلالاً مقنناً ام احتلالاً رسمياً فهو مرفض من قبل الشعب العراقي ومن الشعب العربي عموماً نعم هل من نظرة سريعة إلى الأوضاع في العراق هل من الممكن المراهنة على خلاف داخلي بين القوى السياسية والميليشيات خصوصاً يعني ما يجري من براءة هيئة الحجد من تباعية مكاتب بدر والعصائب إليها وإغلاقها لمكاتب الميليشيات هل من الممكن المراهنة على هذه الأمور في لجم كباح الميليشيات أو تغيير ربما يخفف على رقيين ما هم فيه؟ لا شوف أن هذه الميليشيات واليوم الذي يدعون بأنهم خارجين عن إرادة الحشد وخارجين عن القانون وإلى آخره هؤلاء هم جزء من الحشد ولا يمكن أن يتبرأوا منهم أبداً سواء كانت أفعالهم سيئة أم سلبية وهي جميع أفعالهم سلبية لا يمكن أن تتبرأ من شخص تتبرأ من فرد لكن لم تتبرأ من منظمة كاملة معلوم لدى الشعب العراقي كيف ماذا فعلت وكيف فعلت هذا لا يمكن هناك من يريد أن يضحك على الشعب العراقي للأسف أنه يعتبر شعب العراقي شعب شعب ساذج لا يمكن أن تمر على المجتمع العراقي كيف تقول أن هذه المنظمات خارجة عن القانون وهي عضاء مؤسس العضو المؤسس لا يمكن أن يكون خارجة عن القانون يا سيدي بل له حقوق ضمن هذه المنظمة التي تأسست هذا عضو مؤسس المنظمات التي تتكلمون عنها هي عضاء مؤسسة في قوات الحشد كيف لم يصبحت خارجة عن القانون هذا أمر غريب جداً هذا أمر لا يقبله منطق الأستاذ حسين السبعوي الكاتب والبحث السياسي كتماً عبر الأقبار الصناعية من أسطنبول شكراً جزيلاً لك